تحياتي أعزائي المتابعين معكم المهندس سياسي نسمعي من قناة عربي تك رح كوم معكم اليوم بفيديو جديد عن شرح كيفية إنشاء جروب واتس أب بالنسبة لتطبيق الجوال وكذلك التطبيق المخصص لأجهزة الكمبيوتر بداية لما نحن نزل تطبيق واتس أب رح يظهر معنا بهذا الشكل رح ندخل عليه وهذه هي الواجهة الرئيسة بتطبيق واتس أب رح يكون في عنا هون أخر المحادثات اللي نحن أجريناها بالضغط على الأيقون الموضحة هون في أسفل يسار الشاشة رح ننتقل إلى الشاشة الخاصة بجهات الاتصال الموجودة على واتس أب ومثل ما نكون شايفين عنا فوق 3 خيارات مهمة إحدى هذه الخيارات هي مجموعة جديدة فرح نضغط عليها ومثل ما نكون شايفين هون بهذه الواجهة نحن نحدد الأشخاص اللي بدنا إياهم ضمن المجموعة اللي نحن بدنا ننشئها بالإضافة إلا أنه عندنا إمكاني لحط نضيف جهة اتصال جديدة فأنا رح حدد مثلا هدول 3 سوا ومن ثم أضغط على السهم الموضح هون فبتم عملية إنشاء المجموعة أما هون بهذا المكان فأنا رح حدد اسم المجموعة وليكن اسمه نجوم مثل ما نكون شايفين وبالنسبي لصورة المجموعة فمنضغط هون على إيقونة الكاميرا الموضحة فعند الضغط عليها رح تظهر مجموعة من الخيارات فيني أخذ صورة باستخدام الكاميرا أو باستخدام صورة موجودة عندي بالمعرأ مثلا مثل ما نكون شايفين أنا رح اختار هذه الصورة وحددها كصورة لجروب الواتس أبلي أنا أنشأته أو في حال أنا حابب غير الصورة وحط بدلة إيموجي ما مثل ما نكون شايفين قادر حط إيموجي عوضا عن صورة ومن ثم بضغط على إشارة الصحة المبينة هون فرح تظهر صورة الإيموجي كصورة لهذا الجروب بالنسبة لأسم الجروب أنا قادر حط حتى 96 حرف أوقات نحن بيكون عندنا جروبات ونحن ضمن هذه الجروبات عبر الدردشي محتاجين لخدمة اختفاء الرسائل بعد مدة زمنية معينة كيف ممكن حقيق هذا الشي عن طريق الخيار الموضحة أمام كل الرسائل ذاتية الاختفاء هون عند الضغط على موافق فأنا بحدد المدة الزمنية اللي بدي الرسائل تنحزف بعض انقضاءه فرح اختار مثلا سبع تيام يعني بعد سبع تيام من إرسال أي رسالي رح يتم حزفها بشكل تلقائي ثم رح أضغط على إشارة الصحة الموضحة في الأسفل وهيكي من انتقال للمجموعة الخاصة وفينا مثل ما نكون شايفين صار عندنا مجموعة باسم نجوم وهون موضحة اسماء الأشخاص المشاركين قادر أنا أعمل اتصال فيديو أو اتصال صوتي بالدخول إلى إعدادات هذه المجموعة نحن قادرين نوضع وصف بسيط لهذه المجموعة هو عبارة عن كلمة أو كلمتين بتوضح الهدف من هذه المجموعة مثلا المشاهير وفينا نضيف إيموجي لهذا الوصف مثلا هيك ومن ثم أضغط على موافق فصار عندنا وصف بسيط منلاحظ أن الوصف رح يظهر هون بالنسبة للأشخاص المشاركين ضمن هذه المجموعة لما أنا حدد خيار الرسائل ذاتية للاختفاء فبيظهر هون عندي علامة على المجموعة للدلالة على أنه في خدمة بتقدم ليها هذه المجموعة عن طريقة تطبيق وصاب والتي هي أن الرسائل رح تنحزف بعد مدي زمنية حدد منشئ المجموعة بالإضافة إلى أنه في حال أحد المشاركين بهذه المجموعة أرسل رسالة إليها وظهر لهذا الإشعار فيني إمنع ظهور هذا الإشعار عن طريق تفعيل هذا الخيار الموضح هون يعني أنا بمنع يوصلني أي إشعار لمدي معين من الزمن مثل ما نكون شايفين كمان أنا فيني غير الرنية الخاصة بالإشعارات ضمن هذه المجموعة عن طريق الخيار الثاني الموضح هون مثل ما نكون شايفين وفي حال أحد الأشخاص أرسل رسالي إلى هذه القروب وهي مثلا ملف فيديو أو صورة أو أي ملف بدي اف فأنا قادر دور عليه عن طريق خيار عرض الوسائط بدلا من أني ادخل بالدردشي ودور عليه بشكل يدوي أوقات ما نشوف دردشات ما نقدر نفوت عليها لحتى نكتب كلمة مرور معينة كيف ممكن حقيق هذا الشيء عن طريق الخيار الموضح أمانكم بضغط عليه وبكتب له تفعيل لحتى أقدر حقيق هذه الميزي أما بالنسبة للإعدادات الخاصة بالمجموعة مثل ما نكون شايفين أنا هون بقدر غير الصورة أو اسم هذه المجموعة أو حتى وصفة وبالنسبة لموضوع إضافة مشاركين لهذه المجموعة مثلا أنا مستخدم موجود ضمن المجموعة بد يضيف صديقي ولكن ما نقدر ضيفه لحتى يوافق المشرف الذي أنشأ هذه المجموعة كيف ممكن حقيق هذه الميزة عن طريق تفعيل هذا الخيار للموضحون بيصير أي حدا بد يفوت على جروب محتاج لموافقة المشرف أما في حال إلغاؤه بها الحال أي حدا فيه يفوت بدون موافقة المشرف بالإضافة إلى أني فيني غير المشرفين وحول عضوية أي حدا من هدولي المستخدمي إلى مشرف بجانب منشئ المجموعة وعلى الرغم من كوني أنا أدمن بهذا الجروب إلا أني فيني أخرج منه بكل سهولة عن طريق الخيار الموجود هون مثل ما نكون شايفين بالإضافة إلى أنه فيني يوسع المجموعة الخاصة فيني في حال أنا عندي مشاركين حابب ضيفهم فبضغط على هذا الخيار ولكن في حال أنا عندي مجموعة على الفيس وبدأ كل جمهور موجود على الفيس ينتقل إلى الواتس أب فباستخدم هذا الخيار بالضغط عليه رح يظهر لي رابط هذا الرابط بمجرد أنه أي مستخدم ينقر عليها رح يدخل إلى هذه المجموعة هاي بالنسبة لإنشاء مجموعة على جهاز الجوال باستخدام تطبيق واتس أب بالنسبة لإنشاء مجموعة على تطبيق واتس أب لأجهزة الكمبيوتر مثل ما نكون شايفين هذه هي الواجهة الرئيسية بتطبيق واتس أب لجهاز الكمبيوتر رح تظهر المحادثات بهذا المكان فأنا لحتى أقدر أنشئ مجموعة بضغط على الرمز الموضح هون ومن ثم أختار هذا الخيار فرح تظهر معي واجهة بحيث أني أختار الأشخاص اللي بدي إياهن يكونوا ضمن هذه المجموعة فرح أختار مثلا هدول الأشخاص الثلاثي طبعا العدد الأدنى من الأعضاء لأي مجموعة هو اتنين يعني منشئ المجموعة وشخص آخر معه فيني أضيف الأشخاص وكذلك فيني أبحث عليهم بشكل مباشر مثل ما نكون شايفين ومن ثم بضغط على التالي هون فيني أضيف أيقوني للمجموعة بطريقة مشابهة لخيار اللي شفناه على أجهزة الجوال فأنا كنت مجهة الصورة موجودة على سطح المكتب مثلا هادي رح أضغط على فتح مثل ما نكون شايفين بالنسبة لأسم المجموعة أنا قادر أضيف اسم لهذه المجموعة عن طريق هذا المكان وليكن هذا الاسم ورح أوضع بجانبه إيموجي بطريقة مشابهة مثل ما نكون شايفين بالنسبة للخدمة اللي حكينا عنه واللي هي أن الرسائل تختفي بعد مدية زمنية معينة أنا قادر أحدد هذا الشيء عن طريق هذا الخيار الموضح أمامكم فرح أختار إيقاف بالنسبة لهذا الجروب ومن ثم أضغط على إنشاء فتنشأت عندي مجموعة باسم روح موجودي على الواتساب بالدخول إلى إعدادات رح تظهر معي مجموعة من الخيارات الموضحة أمامكم رح يظهر معي تاريخ إنشاء هذه المجموعة وبالنسبة للوصف الخاص بالمجموعة أنا قادر أوضع وصف بالضغط على إشارة القلم الموجود هنا ممكن حط أي وصف أنا بديه ممكن أوضع فقط إيموجي بدون أي كلام مثلاً رح أوضع هذا الإيموجي مثل ما نكون شايفين ظهر الوصف الخاص بهذه المجموعة وفي حال كان هذه المجموعة كثير خاصة بالنسبة لك فإنت قادر تحدد له صوت إشعارات خاص فيه عن طريق هذا الخيار المحدد هنا أما هون بهذا الخيار الثاني فبيبين لك المشاركين الموجودين بهذه المجموعة وفيك تضيف مشاركين ثانيين عن طريق هذا الزر وفيك تدعي أصدقائك الموجودين على فيسبوك أو إنستجرام أو أي تطبيق من تطبيقات تواصل اجتماعي عن طريق رابط الدعوي مثل ما نكون شايفين فيني إنسخ هذا الرابط وفيني ألغيه بشكل كامل أما بالنسبة لهذه الخيارات الثلاثة فخاصين بالوسائط اللي أنا بأرسلها إلى هذا الجروب سواء كانت صورة أو ملف أو فيديو أو أي ميديا ممكن أنا أرسلها الخيار الأخير بيحكي عن التشفير يعني بيدلك على أنه أي رسائل رح تتم عن طريق مجموعات واتساب سواء على جهاز الكمبيوتر أو على جهاز الجوار رح تتم بشكل مشفر وآمن وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم لا تنسوا تدعموا القناة بالضغط على أزرار الشير والشكر واللايك والاشتراك وتابعونا بالحلقات القادمة بأفكار تانية إلى اللقاء